على الرغم من أسعارها المرتفعة إلا أن استهلاك المواد الغذائية خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان كان واسعا وهو ما أثر في الأسعار التي يرتقب تراجعها تدريجيا تم تسويق ما يقارب 300 ألف طن من الخوضة الفوكية خلال الأسبوع الأول كثر من 25 ألف طن من تعلوحهم حمراء أو بيضاء لتم تسويقها ما زال ما عندناش برنامج فيلاحي ليضمن استقرار التموين إذا كنحبين الأسعار تستقر لابد أن نضمن استقرار التموين الإفراط وغياب ثقافة الاستهلاك أحد العوامل التي تخل بنظام العرض والطلب وترفع أسعار المنتجات الغذائية في الأسواق أموال نظافة يقول لك بل في رمضان أحيانا صاشية صاشية مش تبذي غير الخبز يقول لك أن نفتح الصاشية ونسيبك شغل شربة قديمة شربة جوازي لآخر هذه المواد الغذائية التي تبذر لو كان بقات في المحلات وش يصير العرض العرض يزيد لو كان بقات في المحلات العرض يزيد مع أنها الأسعار تهبط مع كل موسم أو موعد يعود ارتفاع الأسعار لينغص فرحة الجزائريين لكن المسؤولية تبقى مشتركة بين الجميع للقضاء على هذه الظاهرة موسيقى اشتركوا في القناة